موسيقى 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 المادية فمال حتى اللي بشي خرج من داره فنانين وسي اللي بلوزو مواخد مو شوية مع العروسيته مع البروتوكول الساحي الموجود تزيمونا مع قرار رافح حذر الجوالين وزارة شؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم قررت ولا أعلنت استئناف الأنشطة الثقافية بجميع فضائية المغلقة والمفتوحة بداية من نهارة لحات ستة عشرين سبتم بغرجيري وضح البلاغين واتبعا لما عن تعليم مصالح رئيسة الجمهورية بتاريخ اليوم تقرر عود نشطة بجميع فضائية المغلقة والمفتوحة وسمح للأشخاص اللي يستكملوا عملية تلقيحة كهو بالحضور أو المشاركة مع تكمل الممثل كما يشمشي يتفرج جزوز لزمان فاكسيني بيش يحضروا ولا بيش يشيركوا في العروض لزمهم يوريوا بانسويغ ولا يصدروا بما يفيد بتلقيهم للجرعة الثانية وديما كنقول الجرعة ثانية الناس يملقي هين جونسون راهو جرعة ويحيدة تكفي هذي اللي جاي في بلاغ وزارة أشؤون الثقافية حكاية زادة على تاقة السعابة اللي بيش تكون محدة بخمسين بالمئة بالنسبة لجميع فضائية الثقافية المغلقة والمفتوحة الزوزة مع ضرورة الاتزام بيانسور بتطبيق البروتوكول الصحي وبالنسبة الوافدين على البلد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة واليحنا قادمين على الجي سي سي أيام قارتاج السينما ولما التظاهرات الأخرى كان بيبدأوا أملاق حين وبنسيق البلاغ شدت دي مع ضرورة تحكيم مراقبة ومتباعة تطبيق البروتوكول الصحي من قبل الهيكل التنظيمية فرحانين اللي لانشطة الثقافية رجعت وإن شاء الله النجم نطبقه إن شاء الله النجم تبقوها كما هي وإن شاء الله النجم راقبه على خاطر ما لغزمه قبل شفنا عديد القرارات لكن لم تطبق الكل يتزامن مع هذا زادة أعفاءات أعفاءات وهذير يزار بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم أمر رئيسي يقضي بأعفاء رئيس ديوان وزير الصحة سيمونير رمضاني وإنهاء مهامه كمكلف بمأمورية بالديوان وتم بمقتدى الأمر رئيسي ذا يزاد أعفاء المدير العام للصحة سيفايصل بن صالح وإنهاء مهامه كمكلف مكلف كمكلف بمأمورية في ديوان وزارة الساحة هنشوفه شوي أخر نصرف بلاغ أخر وشوفه الأسامي اللي بش تعوضهم دونك مش هذية كها وبربي ماذا بنا نحكيه على المكلفين تاوى بالوزارات ما عانيش حكومة عانا مكلفين بوزارة نحكيه عن نظامة أنايا قذ اللي اليوم منهار الجمعة أوضعت مطلب لدي المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ مقرر المكلف بتسيير وزارة الداخلية سريد الغرس الليوي المتعلق بغلق مقارات لهاء الوطنية المكافحة للفساد إلى حين انتهاء حالة تويرق في إطار التعن بالإلغاء لقراروا بدعوة تجاوز السلطة المنظمة في بيان لها قالت تواصل غلق مقارات لهاء تواصل غلق مقارات لهاء يؤدي إلى المساس بحقوق المبلغين والمبلغات عن الفساد في خلال تواصل مضايقتهم وهرستهم من أجل الإشارة والتبليغ عن تجاوزات في القطاعين العام والخاص وأنه من الواجب المحمول على الدولة بحوامية المبلغين طبقا وانتطبيقا للقانون الأساسي عدد عشرة هذا فيما يهم رئيسة الجمهورية القرارات الأخيرة والوضع الوبائيلي بش نحكي فيه شوي أخر مع ذيفنا نمشيو نحكيوه على الوضع الاقتصادي وتصريح ده دار برشا اليوم سيموحسن حسن يقول لي تونس لم تشهد أزمة مالية في تاريخها كلي تعيشها تاوى موش سيموحسنك أحسنك هاو عديد الخبراء في الاقتصاد حكيوا نفس الحكاية ذي فما حتى اللي قالي احنا ماشيين سيناريوم تعلبنين ان شاء الله ليه خانس موش سيموحسن شنو قال في غاديو جاهرة الوضع على المستوى الاقتصادي والمالي الحقيقة صعيب برشا 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 وانا نقول ما يعني لربما تونس ما عاشتش أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث بالشكل هذا وبالحدة هذه والأسباب هي عديدة حتى نبدأ واضحين فما أسباب هيكلية وانه في العشر سنوات الأخيرة للأسف الشديد لهم إذا كان ننظر بشوية عقلانية راهو دمرنا المكتسبات انتاعنا على المستوى الاقتصادي وعملنا أخطاء كثيرة وانزلقات كثيرة على مستوى المالي العمومية ومن وين الاقتصادي ما عادش يجيوه ما عادش يأدي دوره كما أدى دوره في السبعينات حتى لتسعينات انتع القرن الماضي لازمة الاقتصادية اللي عايشينها طوام ما عاشناهيش من السبعينات كما قال الخبير الاقتصادي سيموحسن حسن اليوم أسباح في جوهره رجع الأسباب إلى العشرة سنوات الأخيرة وحكي حتى على تدمير المكتسبات والانزلقات الكثيرة اللي عملناهم في العشرة سنين هذية ورجع صدى الأسباب لأزمة الكوفيد اللي أثرت الحقيقة على اقتصاد العالم الكل محنا مع عشرة سنين سمحني والانزلقات والأخطاء كما لعلنا عديد الخبراء حكيوا على الأزمة هذية حكيها حتى على الشهارية ما نعرفوش نسدو الشهاري من هنا النوفمبر ولا لي سيخطوه لليوم الفامين رافضة إنها تزيد تعطينا قروض إن شاء الله نجاوزوا الأزمة هذية خبراء حكيوا على سيناريو مشابه لسيناريو لبنان سواء ما نصفوش لغاية لبنان تعيش في أزمة كبيرة وكبيرة جدا إن شاء الله نجاوزوا قرارات تتمنع اقتصاد بلادنا كما جيت قرارات الحقيقة منعت الوضع الوبائي شفنا تلاقيح خلطت شفنا الناس لقحت شفنا اليوم لأن أقسم الإنعاش وغيره خفت معنتها عليهم الاكتذاذ وغيره حمدوله يا ربي رجعنا تدريجيا لحياتنا العادية سيخطوه بعد إلغاء قرار حاضر الجوالين اليوم احنا في حاجة لقرارات تمنعنا اقتصادية نزيدة بش نجمو نعيشو بش نجمو نجعو نقف ونتصور المهمة أصعب في ظل الأزمة التاريخية اللي عايشين هدية في تونس كانت هذه الغيكاب ميديا لليوم شوي خير نحكي على قرار إلغاء حاضر الجوالين نحكي على الوضع الوبائي بالتفاصيل مع ذيفنا عضو اللاجنة العلمية دكتورة مان الله المساعدية في بيكول خليكم معنا بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر